السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. انا نور ودي قناتي. واتمنى لو عجبتكم وصفات النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصليكم كل جديد من وصفاتي. وصفات النهاردة هتكون طريقة عمل غسول للشوفان. افضل غسول طبيعي ممكن تعمليه لحل جميع مشاكل بشرتك. بيفتح البشرة جدا وبيرطبها. وبيكون منصف ومقشر طبيعي. وبيكون مفيد جدا لاصحاب البشرة الدهنية لانه بيخلصك من الافرازات الدهنية الزايد على البشرة. كمان بيقضي تماما على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البصور وعلى الرؤوس السودة. وبيكون مضاد للشيخوخة لانه بيقوم ظهور التجعيد والخطوط الرفيعة. بيكون مزايا بلا حصر. بنبتدي بقى نشوف الضريقة والمكونات. احتاج للشوفان وده بيكون شكله. الشوفان بيعتبر مزايا بلا حصر للبشرة لانه بيفتح البشرة بشكل مضاعف. واي وصفة بيكون موجود بها الشوفان بتلاحظة الفرق من اول استخدام بيفتح البشرة بشكل ملحوظ. كمان الشوفان بيعمل على تغذية البشرة وبيكون مرتب حيل للبشرة الجافة. وبيكون منظف للبشرة خاصة البشرة الدهنية بيخلصك من الافرازات الدهنية الزايد على البشرة وبيضي على حب الشباب وعلى الحبوب وعلى البصور. وبيضي على الرؤوس السودة. كمان هو بيكون مقشر طبيعي بيخلصك من خلال جلد الميت وبيخلي بشرتك صفية. وبيكون مضاد للالتهابات وللحكة واثار حروق الشمس. وبيكون علاج للتراهولات وبيقوم ظهور التجاعد والخطوط الرفيعة. انا للوصف بقى انا هحتاج لنص كوباية من الشوفان. والنص كوباية دي بتعدل ست معالق كبيرة من الشوفان. بعد الوقت الخلاط وبتده اضيف اول مكون عندي هو نص كوباية كده من الشوفان. بسم الله. وهحتاج لكوباية من المية العادية ودايما بيكون مقدار المية ضعفة مقدار الشوفان. دلوقتي المكون التاني على الشوفان وهي كوباية المية. اخلط بقى دلوقتي الشوفان مع المية كويس جدا لغاية ما يبقى خليط نعم جدا ويبقى زي الحليب. لازم اخلطه كويس جدا. خلطت بقى كده الشوفان مع المية كويس جدا. شايفين بقى شكلها بقى زي الحليب ازاي? والشوفان ده تماما في المية. محتاجة بقى دلوقتي ان انا اصفي الشوفان ده كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي حبيبات او بواقب من الشوفان. جدت بقى كده مصفدة اياها وهبتدي بقى اصفيه كده بسم الله. هفضل بقى كده بالمعلقة اصفيه كويس جدا. هكامل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. انا صفيت بقى كده خلاص كل كمية الشوفان والبوائد انا مش بتخلص منها. بتفرق بيها البشرة بتكون مقشر حيلي. يعني تستفدي بيها برضو مش بتتخلص منها. وده بيكون بقى شكل الشوفان بعد ما صفيته. هاخد بقى دلوقتي الشوفان اللي انا صفيته ده هحطه في حمام مية السخنة على النار لغاية مقاومة الوبازال كريم. حمام المية السخنة بقى بيكون عبارة عن طبقة بحط فيه كمية من المية وحط فيه الطبقة ده. وارفعهم بقى على النار وافضل مستمرة في التقليب لغاية مقاومة يتقلوا بازال كريم. انا رفعت بقى دلوقتي الطبقة اللي فيه الشوفان فيه طبقة تانية فيه مية وهارفعهم بقى دلوقتي على النار وافضل مستمرة في التقليب لغاية مقاومة الشوفان ده يبتدي يتقلوا بازال كريم. بيكون بقى شكل الشوفان بعد ما رفعته من حمام المية السخنة شايفين قومه بقى زي الكريم ازاي? مااخدش ابتر من خمس داية او سبع داية بالكتير يعني. ده بيكون بقى شكله. ما شايفين ناعم جدا هوا ما فيوش اي حبيبات او قطر. ده بقى الشوفان بيكون سخن جدا فانه هسيبه لغاية ما يهدى شوية صغيرين ويبقى دافي وبعد كده هنكمل. بعد دلوقتي الشوفان لغاية ما بقى دافي هبتدي بقى دلوقتي هضيف عليه بقى المكونات. احتاج لمعلقة من العسل والعسل ده بيعتبر مضاد حيوي طبيعي للبشرة. بيضي تماما على حب الشباب وبيضي على الحبوب واثارها على البشرة كمان هو بيعتبر مرتب ومغزي للبشرة. بعد دلوقتي المكون الاول وهو معلقة كده من العسل. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو ده من اروع زيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبتبيضها. وبتخلصك من البنية الدكنة والتصبغات الكلدية وبيرطب البشرة الجافة. وكمان بيكون مناسب لجميع انواع البشرة. دلوقتي المكون التاني وهو معلقة كده من زيت اللوز الحلو. بتقدري كمان لو متوفر عندك زيت جوز الهند تقدري تستخدمي برضو بدل زيت اللوز الحلو. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقة كبيرة من ماء الورد. وماء الورد بيفتح البشرة جدا وكمان بيرطبعه وبيعالج التهابات الجلد وكمان بيقضي تماما على حب الشبهة. دلوقتي معلقة كبيرة من ماء الورد. المكون بقى اللي هضيفه دلوقتي هتكون معلقة كبيرة من غسول البشرة العادي اللي انت بتستخدميه. ولو مش متوفر عندك غسول البشرة ده ممكن تجيبي بقى صابونة ضوفة او اي صابونة تكون طبيعية. المهم انها تكون صابونة طبيعية. وتبشر منها معلقة كبيرة. وبعد كده تضيف عليها معلقتين او تلات معلق من الماء المغلية. وتفضل التواب بها كويس جدا لغات ما تبقى زي الكريم. وبعد كده هتضيفيها على الغسول. ودي هتكون البديل. فهدلوقتي معلقة كبيرة كده من غسول البشرة. المكون بقى الاخير اللي هضيفه على الوصفة وده بيكون اختياري هي كابسولة واحدة من فيتامين اي لو مش متوفرة عندك عادي ممكن تستغني عنها. بس هي بتكون مفيدة جدا للبشرة وفي نفس الوقت بتكون مادة حاصة. باخد كابسولة واحدة بس بالشكل ده وبفتحها بقى بمقصة وبدبوس وبعد كده بضيفها على الغسول. تحت بقى كده الكابسولة وبعدين هضيفها بقى كده. بعد بضفت بقى كده كل المكونات على الشوفان هبتدي بقى دلوقتي حطها في الخلط وخلطها كويس جدا عشان يبقى قوامها ناعم. خلطت بقى كده كل المكونات للمرة التانية في الخلط وده بيكون شكلها شايفين لونها افتحه وبقى قوامها ناعم جدا مفياش اي حبيبات او كتل. بقت نفس قوام الغسول الجهز. ما تجيتها حلوة جدا. نشوف بقى دلوقتي قوام الغسول كمان بعد ما خلطته للمرة التانية وانا بضيبه في الطبقة. شايفين بقى شكله. ناعم جدا وقوامه كريمي. ده بيكون بقى الشكل النهاية للغسول شايفين بقى قوامه. ناعم جدا ولونه فاتح. وقوامه ناعم وفوش اي حبيبات او كتل. وكمان في رغوة بسيطة جدا لان لازم الغسول يبقى في رغوة بسيطة ما تكونش رغوة عالية لان دي بتدر البشرة جدا. دلوقتي علبة انا وصلتها كواس جدا وانا شفتها وابتدي بقى دلوقتي اضيف فيها الغسول والعلبة بالشكل ده هتكون مناسبة جدا للاستخدام. انا بنضيفوا بقى في العلبة بالشكل ده. اضفت بقى كده خلاص كل كمية الغسول في العلبة هقفل بقى العلبة. وده بيكون بقى الشكل النهاية للغسول. وده بيكون بقى الشكل النهاية لغسول الشوفان بعد ما ضفته في العلبة بقى في البقى للعلبة واحفظه في التلاجة. بيفضل صالح للاستخدام في التلاجة من اسبوعين لغاية عشرين يوم. وده لانا ضفت عليه كابسولة فيتامين اي. لكن لو ما ضفتش بقى الكابسولة هيفضل صالح معاكي للاستخدام لمدة اسبوع واحد بس. فيفضل ان انت تعملي كمية صغيرة وبعد كده تجديدها وده بيكون افضل. بقى لطريقة استخدام الغسول. انت بتاخدي بقى من الغسول ده حوالي معلقة كبيرة على اديكي وبعد كده بتدلكيها على وجهك وممكن على اديكي وعلى رقابتك. او على اي منطقة من الجسم تكوني محتاجة انت تستخدمي عليها الغسول ده. بتدلكيها بقى بحركات خفيفة جدا وبعد كده بتسيبها على البشرة لمدة ديئتين او تلات دقايق. وبعد كده بتشتفيها عادي بالماء. ضروري جدا ان انا بعد ما بدلك الغسول ده على البشرة ان انا اسيبه لمدة دقاعتين او تلات دقايق عشان البشرة تستفيد كواس جدا بكل المكونات اللي موجودة في الغسول ده لان كل مكوناته طبعية وامنة جدا في الاستخدام ومفيش منها اي قلب. تستخدمي بقى الغسول بنفس الطريقة دي بشكل يومي انك تستخدميه كل يوم وكمان تقدري تستخدميه مرتين في اليوم مرة صبح ومرة بالليل. هيديكي نتاج جهيلة مع المداومة والاستمرار على استخدامه. تقدري طبعا انك تستخدمي الغسول ده على اي منطقة في الجسم او حتى تستخدميه كغسول لكامل الجسم. بس لو استخدمتيه على الجسم ممكن تسيبيه بقى لمدة نص ساعة عشان بشرتك تستفيد كواس جدا بكل المكونات اللي موجودة فيه. لان بتكون نتاج ومزهرة في التفتيح وخاصة من تفتيح الاماكن الدكتة. نعم مميزات غسول الشوفان ان هو بيكون مناسب جدا لجميع انواع البشرة. يعني جميع انواع البشرة تقدر تستخدم الغسول ده وهيكون مناسب جدا وهيكون مفيد لكل نوع من انواع البشرة. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام غسول الشوفان ده بشكل يومي هيديكي نتاج مزهلة في تفتيح البشرة. الشوفان من اروع الحاجات اللي بتفتح البشرة وان شاء الله النتيجة هتلاحظها من اول استخدام. وهتلاحظ الفرق في لون بشرتك. ان هو بيكون فعال جدا في القضاء على البوع البنية الدكنة وعلى التصبغات الجلدية. ومن اروع الحاجات اللي بتضي تماما على الحبوب وعلى البصور لو موجود في واجهك اي حبوب او بصور بيقضي عليها تماما. وكمان بيقضي نهائيا على الرؤوس السودة. رسول الشوفان بيغز البشرة جدا وبيرطبها فيكون مفيد لاصحاب البشرة الجافة لانه بيرطب البشرة بشكل مضاعف. كمان هو منظف للبشرة وهيكون مفيد لاصحاب البشرة الدهنية لانه بيقضي على الافرازات الدهنية الزايدة على البشرة. وبيقضي على حب الشباب وعلى الرؤوس السودة وعلى الحبوب وعلى البصور وكمان اثارها على البشرة. بيقضي تماما على اثار حروق الشمس على البشرة خاصة في فصل الصيف بيكون فعال جدا في التخلص من اثار حروق الشمسة او الاسمرار الناتج عن الشمس. كمان بيكون مقشر طبيعي بيخلصك من خلال جلد الميت. وبيحافظ على بشرتك دايما ان تكون صافية ومشرقة ومتوهجة. كمان هو بيكون مضاد للالتهابات والحكة وبيكون علاج للتراهولات وبيكون مقاوم للتجاعد والخطوط الرفيعة فييكون مضاد للشيخوخ. كده هيكون غسول الشوفان هو الحل المثالي لحل جميع مشاكل بشرتك لانه بيكون مفتح ومرطب ومقشر ومنظف وبيكون علاج للتراهولات والتجاعد. واهم حاجة بقى ان هو بيكون بدون كيمويات وكل مكونات طبيعية وامنة جدا في الاستخدام ونتاجها مزالة. ده بيكون بقى شكل غسول بعد ما سيبته المدة طويلة حبيت اقرروا لكم بس بعد المدة طويلة عشان تشوفوا ان هو ما تمسكش ولا تجمد ولا اي حاجة. قاموا لسه كريمي ونعم زي ما هو نتيجته هيا. بنشوف بقى دي بات شكله. شايفين قاموا. كريمي ونعم جدا. اتمنى طبعا ان تكون وصفات النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصليكم كل جديد منوصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.